اشتركوا في القناة ولي نتوقع انها حتقود قطاع الرفاهية في السيارات الحديثة الفاخرة نحو مرحلة جديدة من التطور والابتكار لانها المفروض بتجمع بين تجربة قيادة ممتعة والشعور بالرفاهية مع الالتزام بالاستدامة ويجي الجيل الجديد هذا مع مجموعة متنوعة من المحركات الهجين اضافة الى الطراز الكهربائي بالكامل ولي بتقدم بيم دبلو الاول مرة على الاطلاق وبتنافس فيه تسلا في امريكا طبعا السيارة حصلت على تغييرات شاملة التصميم الخارجي جميل الواجهة الامامية تيجي بشكل عمودي بارز شبكة تهوية كبير ومضيئ عشان يعزز الانطباع العام بشخصيتها وحضورها القوي الاضواء الامامية جديدة ومصممة بطريقة فاريدة مكونة من قطعتين متطابقتين من الجوانب نشوف مقابض الابواب مخفية والمراية الجانبية كهربائية بالكامل ومن الخلف هوائب تصميم جديد واضواء خلفية جديدة متماشية مع الاضواء الامامية من الداخل حصلت المقصورة الداخلية الفاخرة على كثير من التحديثات والتجهيزات من ابرزها ان التصميم الداخلي صار بيصنع توازن بين دانميكيات القيادة وراحة السفر ووفروا احدث جيل من نظام التشغيل بي ام دابليو ايت وشاشة منحنية رقمية بالكامل وشريط بي ام دابليو انتر اكشن بار المبتكر وميزات تكنولوجية رائدة كالمساعدة الافتراضي الذكي من بي ام دابليو واحدث اصدار من شاشة بي ام دابليو هيد اوب تسبلي وظيفة الرؤية المعززة المتاحة لأول مرة على شاشة عرض المعلومات خلف عجلة القيادة وتكنولوجيا التواصل الحدسي بين السيارة والسائق وفي الخلف نشوف انهم صمموا مقاعد الصف الثاني بطريقة عصرية عشان يوفروا مساحات واسعة للركاب وزودوها بكثير من تجهزات الفخامة والتطور زي شاشة المسرح ايت كي من بي ام دابليو مقاس 31.3 بوصة بتنزل من السجف الى الاسفل بحركة تقنية مميزة عشان يخلوا ركاب الصف الثاني كأنهم جالسين يشاهدوا فيلم في سينما والنظام تضليل خلفي يعمل لوحده لما تكون شاشة مسرح بي ام دابليو شغالة ويقدر السائق والراكب الامامي كمان يستخدموا بث فيديو يوتيوب عند الطلب على شاشة التحكم وهذه ميزة متطورة واضافية تطرح لاول مرة وتجي الفئة السابعة كمان مع طرازين من فئة ام واللي يجوا مجهزين بانظمة قيادة كهربائية الطراز الاول بي ام دابليو ام 760 اي اكس درايف بيعمل مع محرك يولد 571 حصان وعزم دوران 800 نيوتن ميتر والطراز الثاني بي ام دابليو اي 7 ام 70 اكس درايف الجديد بيجي مزود بنظام دفع كهربائي بالكامل للمحركين على المحورين الامامي والخلفي يولد المحرك قوة تزيد عن 600 حصان مع عزم دوران اقصى اكثر من 1000 نيوتن ميتر ويعتبر من اسرع طرازات بي ام دابليو على الطرقات وهو بتسارع من صفر الى 100 كيلومتر في الساعة في اقل من 4 ثواني وسيتم اطلق الجيل الجديد من بي ام دابليو الفئة السابعة وموديل 2023 في الاسواق العالمية بداية من نوفمبر المقبل 2022 وحتى الان ما كشفت الشركة عن اسعار السيارة لكن هنزودكم باسعارها كما عودناكم حال توفرها من الشركة شاركونا باراءكم في خانة التعليقات ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته